بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درسنا لهذا اليوم عن معرفة التابعين ونبدأ بتعريف التابعي في اللغة فنقول التابعون جمعوا تابعي أو تابع والتابع اسم فاعل من تابعه بمعنى مشى خلفه أما اصطلاحا فهو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام وباختصار أو تعريف آخر قيل هو من صحب الصحابي من فوائد معرفة التابعين تمييز المرسل من المتصل تمييز الحديث المرسل من الحديث المتصل طبقات التابعين اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته فمسلم جعلهم ثلاث طبقات مسلم بن حجاج وجعلهم ابن سعد أربع طبقات والحاكم جعلهم خمس عشر طبقة الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة هناك طبقة من التابعين يقال لهم المخضرمون والمخضرمون أو المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره والمخضرمون من التابعين على الصحيح عددهم نحو عشرين شخصا كما ذكر الإمام مسلم من أشهرهم أبو عثمان النهدي والأسود ابن يزيد النخعي هناك عدد من التابعين يقال لهم الفقهاء السبع وهم من كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة المنورة هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أفضل التابعين المشهور أنه سعيد بن المسيب وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أن أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب أما أهل الكوفة فيقولون ويس القرني وأهل البصرة يقولون الحسن البصري أما أفضل التابعيات فكما قال أبو بكر بن أبي داود هما حفصة بن سيرين وعمرة بن عبد الرحمن وتليهما أم الدرداء وهي التي يقال لها أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء أما أم الدرداء الكبرى فهي من الصحابيات من أشهر المصنفات في معرفة التابعين كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم